السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير على خير تكون اموركم طيبة عشركم بروكة بصحيحة والسلامة اليوم نزولا على الطلاب سنقدم لكم ثلاثة على الطريقة المغربية بالجاج واللوز من اروع ما يكون كنتمنى ان شاء الله تشربوهم سنقوم بطريقة الاحتفاظ بهم والطريقة الطياب التي هي مهمة تجعلهم يأتيوا ذهبيا بلا ما يتحرقون لانه لا يتحرقون لنا من تحت فاق يقصحوا و لا يأتيوا نهائيا فأنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر بما انني كنت غابرة هاد المدة كلها فلا تكون شي لاعج بكم الفيديو طبعا اضعوا لي لايك وفاختاج واللي باقي لا تابوني معايا في القناة يتابوني مرحبا بيه باش شجعوني نزيد نعطي اكتر و باش حتى اليوتيوب يقترحني لانني مدة طويلة لم اتحرق فيديو جديد وبنسبة لطريقة تحضير البسطيلة هنا عندي جوج دجاجات يعني دجاجتين من وزن كيلو ثمينمية كيلو سبعمية مهم على حساب كل مكان تجاج صغير كي يأتي بني تجاج الكبير كي يأتي باسل نغسلهم زيان بالملح والحامض او الزنبوع اللي هو الرنج وكندير واحد شوية ديال الدقيق الابيض وكنديرو شوية سكنجبير وكنخليوه مرقد واحد لمو تضاع الاقل واحد ساعتين من بعد كنغسله وكنخليوه يستقطر انا كنخليه ليلة كاملة حيتي لا درتوه هكاك فكيجي مياه وما كيشي شزوين خاص تجاج ضروري يبات مني كنبغين نشرملوه انا كنبغين نشرم معلقة صغير خرقوم معلقة صغيرة مملوءة ابذار وكنتبغين يتبغين انا كنتم كثير من الملحة انا كنتم كثير من الملحة ديرو واحد المعلقة معلقة السمن ربع معلقة القرفة القليل من الزعفران الحر هذا عندي زعفران حر ضغيك يطلق نضيف معاه واحد نصف كأس دي الماء اللي ما عندوش يكتفي بالخرقوم او لا يدير الزعفران العادي دينا اللي كنعرفو فكنديرو هكا على هاد على هاد العطرية وكننخلط مزيان ممكن انكم تديرو نيشان في الطنجرة ديالكم هنا تجاج كنتقبو بواحد الكوردون بواحد عود الاسنان مزيان باش كيتشرب للعطرية وفي نفس الوقس مني كيكون كيطيب كيخرج لي يدك الدم ديالو ديك الماء وكل شي هانتو ما شوفوا التوقب كيفاش دايرا سوف ينشرمل تجاج جيالي مزيان تجاج جيالي مزيان تجاج جيالي مزيان تجاج جيالي مزيان باقرره اما مش لديها ارقيق اهم حاجة هي انكم البصلة تكون محيدي للقلب هادا اللي كيكون الداخل فكيخليها مكتبش ومكتش نهائيا زوينة في طياب ديالنا هنا سوف نقوم بطنجرة في الطرق الطياب سوف نعطيكم طريقة طريقة أخرى كبيرة للتجاج هنا نقوم بطنجرة هنا نقوم بطنجرة هنا نقوم بطنجرة هنا نقوم بطنجرة نقوم بالطنجرة و نضيف العود نضيف العود نقوم بطنجرة و نضيف عافية و لا تكون من خافضة نقوم بطنجرة و نجعلها الطيب لأن الماء تبخر لنا لأن البصلة يطلق لنا كماتلها و نبقى مخافضة فلا يجب ان يجب لا يجيش مزيان هنا نقلب طريفة الدجاج ونسقيهم المعراق ثم نمتحنهم طابو هنا صافي طابو وما هذوك نقوم بصفاية ونحاول نحيط قاعدك العظومة اللي بقي لي في البصلاء ونضيف معلقة القرفة صغيرة مملوئة بحال الطريقة اللي قمت بتلكم فجاج محمر هذي ثلاث سنوات اللي يجي اكتر من رائع فنقوك ان نخلطه البصلاء مع القرفة فهي تعطيها واحد اللون اللي هو جميل جدا بلا ما كنحتاجه اننا نديره السكر لان البصلاء اصلا حلوة فانا ما كندير السكر نهائيا لا في الجاج محمر ولا في البصلاء باش يكون هاداك الماضاق ديال السيك خيصالي مندامج مع بعضياته لان اللوز سيكون حلو باش نحيد واحد شوية البصلاء باش غادي نديرها فجاج باش مايجينيش ناشف دونك كانت كش يقوت لكم ديروه جو كيلونس باش تقوروه شويات البصلاء ممكن ديروه حتى لتلاتة كيلورا ماشي مشكلة دونك هنا كيف ماكتشوفوا دام اللي كشي طلي من سقطر هاد القضية هذي غيروها ليبنات لا تقلوش اللارني انا كنحيد في المرقى وده بغن ندير هات شوية هاتي ديال المرقى غير ديرها لان البصلة كتكون مش انتفى غير كتدير هات شوية ديال المرقى والبصلة كترجع لكم بواحد القوام اللي هو رائع رائع جدا وضغية دغية كل شي كتفى بوغيزة هانتم ما شوفوا اللون كيفاش رجع ومبقاش الاتر ديال المرقى ولا تغيد دميعة انا عندي عشرة ديال البيضات هاتي نخلطوهم بواحد الفوي ولا بواحد الفخشات وغادي نضيفوهم لديك البصلة اللي كيفما كتشوفو رجعت غزالة وهانتم ما بقات غير دميعة ما كينحتش حاجة قوام ديالها غزال لون ديالها غزال فاكن قوك نخلطو بحلاكة حتى كيختفي لنا ذاك البيض وكينشف ضروري خاسو ينشف واصلا دغية كينشف لان الخالد ديال نحنا ما خليناش فيه الماء باش يبقى فيه الماء يعني انفوك كيجمع داك البيض راسو هانتم ما شوفو كيجي ممتاز جدا وكيجي معلك صافي هنا يا انا مني نبلي انا صافي ما بقى حتيش حاجة يعني في القاعد ديال طنجرة فغادي نديرو حتى هو في واحد الصفايا وغادي نخليه جانبا وهنا غادي يمشي ونفرتو دجاج جنام بعد ما استقطر لنا مزيان كيف ما كتشوفو دجاج طايب كنفرتوه بحلاكة ما يكونش صغير بزاف وما يكونش عاوتاني كبير بزاف هنا يا كنحاولو ما امكان نحيدو ذاك العظومة لانه ضرور يخصو متحيدو ليمشي ويجيو في شي حد في العده وليش حاجة يعني ردو البل بزاف بزاف لهاد المسألة هادي واكيد كلها مغربية في هاد الحضارة كتمشيش هاد العظومة اللي كيكونو لداد ولداد بزاف هناك نضيفو الكيمية اللي حيدنا ديال البصل هكا واقف والهكي يعلك لينا هدجاجو كيجي ممتاز جدا يعني اللي يقدر هنا يا يضيف حتى اللوز يضيفو حد النغيزة ديال اللوز يضيفها ماشي مشكل انا صراحة ما ضفتهاش كتافيت غير بالبصل باش يتعلك ليه مزيان ويجيو الطبقات واضحين كيف ما شفتو في اول فيديو يعني طبقات الجاج طبقات ديال البيض وطبقات ديال اللوز اللي كيجي اكتر من رائعة هنايا غادي نحتاجو الكيلو او الكيلو لاروب ديال اللوز اللي كنغسلوه مزيان وكنديروه في ماء غليان خمسة ديال دقايق وكنحيدوه من الماء وكنديروه يسقطر وكنغسلوه عاوتاني باش كيتحيد لنا باش ما كنلقوهوش حمر سافي كنقشروه وكنديروه على واحد الزيف كنمسحوه مزيان كنخليه غير واحد شوية وكنقليوه ما كينحتاجي مشكل كنديروه في واحد الميقلات ونديرو عليه زيت باردة وعد كنردوه على النار العافية او للنار تكون يعني منخافضة باش كيطبع لخاطره كيعطينا هاد اللون هادا الدهبي ما كيجيش فيه ليطاش يعني دايما كندون نحركو 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 يلغفنا عليه فغادي تلقوه بالالوان نحيدوه دهبي مفتوح هو را كيكملت حمر ديالو برا النار هنا غادي مدى نتحن بشوية بشوية نتحنوه مع ميتين جرام ديال السكر عمركم ما تقولوه انه راه يلغفنا سكر قليل غن نقسم الحلاوه ولا شي حاجه خاصوا يجير سكر في القياسة البناتي لاجه نقص سكر فالبسطة الى ديالكم كاتجي ما فيها ميت كل خاص طروري ان ندقوه دك اللوز حلوك ماشي نقص سكر اذا هادي نصيحة خاصكم ضروري تحلوه بها هلنه كان نطحن وكهلوه يحبط حتى تتحلي مزيان غالطة لابنات انه اللوز يكون مفرفش في البسطيلة خاصه يكون هكا معلك وما تجمعش في اليدين وانما معلك علاش باش فاشك انه كل البسطيلة ما يبقاش كي تريني ذاك اللوز يجي كلها تبقى في بلاستها وكتجي متولة وبنينة ومعلكة لانه عندي حبات من المسكة الحرة مع القضية السكر كنتحنوهم بحلقة مزيان اولا كنتقوهم بوحد المهراز وكنضيفوهم الخليط ديال اللوز كنضيفو معلقة ديال القرفاء عامرة صغيرة كنضيفو جوج معلقة ديال الزبدة تكون على درجة حرارة المطبخ وكنخلطو هاد اللوز هادا مزيان باليدين ديالنا ثم كنضيفو واحد ملعقتان كبيرتان او ثلاثة ديال معلقة ديال ماء الزهر وكنتو كنحركو منتو جديد فهنا غادي كلوز ديالنا اغزال ومعلك وواجد انتو ما كتشوفو هادا نخليوه جانبا وغادي نوجدو بقي المكونات هنا عندي اللوز هنا عندي البيت ديالنا هنا عندي الدجاج ما غايبقى لي الا المونطي البسطيلة ديالي عندي هنا ورقة ديال البسطيلة ديال البخار كيكا تجيبوها كتخدمو بها ما خساش تسنة باش ما تقطع الكومش كنديرو هاكي على جوج ومبعد كنديرو لها بحال هاكي باش كنترسيوها ثم غادي نقطع بواحد المقص الورقات البخار كتجي غزالة وكتجي خفيفة وكتجي مقرمشة عكس الورقات الاخرى هنا كنقطع بحال هاكي الورقات ديالي وكنديرهم في واحد البلاستيكا باش كيبقوا رطب وكنحيت جوج بجوج كيفما كتلاحظو كنتجو القطاعة او لغطاية ديال القرعة ولا هاد الكادغ هادو اللي كيكونو اصغار دبا نعطيكم القياس ديالهم في صندوق الوصف هنا كندهنو بزبدة كلاغي فيه مايكونش في هادك الحليب كنديرو الورقات ديالنا في ذاك الكادغ وكنحاولو ان ندخلوها شوية لداخل باش ما تقطعش لينا كنديرو طبقة اولى ديال الدجاج ما تعمروه مش بزاف وما تديرو مش عبتان يخاوين بزاف في القياس كنديرو تقريبا معلقة اولا معلقة ونصف ديال ديال ديالبيض ثم لو زيانا وكنسرحوهم زيان وكنبقوا وكنجمعو هاكا بحال صريرة جمعو بهات الطريقة هادي باش كيجيوكم متولين وزوينين كنشدو بحال الرظيمة كنحطوها هنا ايا كنقطعو ذاك الزوائد باش ما كيجيش الورقة بزاف وكتجي خيبة ثم كنقلبوها على هاد الشكل ممكن ديرو نفس العملية هاكا وفي القادر ولكن هاكا كتجي تهياء زوينة وساهلة ما كتبقاش كتانكش ليكم سافي كنبدو كنجمعو هاكا بحشي صريرة مزيان ثم كنحيدو عوتاني الزوائد بالمقص وكنقلبوها على الصينية ديالنا اللي غنحطوها ولا على العلب ديالنا ضروري ما كنتقبوهم بواحد عود ديال الاسنان بحال هاكا انا هنا غير بغيت نوريكم طريقة ديال الاحتفاد كنديروهم اما في ديبوات هاكا ونفرقو بناتهم بواحد الورق ديال طبخ ولا كنديروهم في بلاتو حتى كي تجمدو مزيان عاد كنشركوهم في بلاستيك اوحدة انا هنا غدي نوريكم اللي طيبتهم مباشرة بعد ما درتهم وانوريكم اللي طيبتهم بعد ما جبتهم المجمد هنا كنتقبوهم بواحد العودة الاسنان فران ديالي مسخن منقبل على مية وسبعين دراجة عندي هنا لوز افيلة اللي حمرتو على هات الشكل في الفران كيجي اللون ديالو دهبي وزوين وهنا البسطيلة وهي كالطيب كنتقبو كنده دهنوها بدك اللي دام ديالها اللي كتخرج اكيد انني دهنتهم بالزبدة قبل ما ندخلهم كندك اللي دام اللي كتخرج مرة مرة دهنو البسطيلات بهم وكل ما كانوا طابوا على عافية اللي من خافضة وبلاتي عليهم كيجيوا مزياني هنا مني طابوا درت لهم العسل هنا لبنات درتهم فران في الوسط وشعلت عليهم من الاسفل غي كيبانوا يبدو شوية كيت حمروا من الاسفل كنشعل من الاعلى هنا دهنتهم بالعسل ورشيت شوية ديال اللوز افيلة على الوجه ثم غدي نحيدهم ونديرهم في التبصيل شوفوا اللون ديالهم شوفوا الورقة كيفاش بينقزالة شوفوا كيفاش طياب جاء متساوي وزوين هنا سوف نوريكم الطياب إلا كانوا مجمدين فكن جبدوهم مباشرة من المجمد وكندهنوهم بالزبدة وكنديروهم فرن سخن من قبل على 160-170 درجة في الواسطة ديال الفرن عافية غير من الاسفل غير كيبانوا لابدو كيت حمروا شوية كمتخيوا الاسفل وكنشعلوا الاعلى ولكنديروهم في الفصل الوقت اسفل واعلى ولكنهما في الواسطة باش ميتحرقوا لكمش وباش ميجيوش لاني لا تحرقوا سوف يمشو لكم كيجي قاس حين ما كيجي فيهم ميتكر دونك هنا بعد ما دطلهم العسل وزينتهم باللوز افلي والورد قدمتهم على هات الشكل هذا ممكن انكم تزينوهم بالطريقة اللي بغيتو ولكن هاد العسل هادا يعطيهم واحد تعليكة واحد المضاق اكتر من رائح كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكوننا الاعجاب ديالكم شكرا على حسن المتابعة وإلى الفيديو القادم بإذن الله تبقى على خير